في الاربع خمس سنين اللي فاتوا انتشر مصطلح صهينة العرب بس يا ترى عمرك سمعت عن مصطلح صهينة تركية؟ ما ظنش بغرم من ان صهينة تركية واضحين وضوح الشمس بس ده له أسبابه وده اللي حنفهمه بشيء من التأمل والتحليل السلام عليكم مصطلح صهينة العرب او العرب المتصهينين مصطلح بيتم من خلاله نعتى اي مخالف لفكر جماعة الاخوان او اي متصدي للمشروع التركي سواء كان فرد او نظام وللمصطلح استعملات كتير بحسب حاجة المستخدم اللي عايز يقمع او يشويه الطرف التاني الصهينة تلزقت في العرب مع ان العرب هم الوحيدين على الكوكب ده اللي خاضوا حروب ضد الصهينة وقدموا فيها شهداء وهنا المأساة بس المأساة الاجبر ان ما يتم نعتى العرب به زوان يصلح ان ينعت به الاطراق صدقا لذلك ليه بيتم واصمة العرب بالصهينة وما بيتمش دمع الاطراق السيدة السورية الفاضلة دي زي ما انتوا شايفين اتعرضت للضرب بشكل حقير من تركي سهيوني ايوة تركي سهيوني لان اللي عمل التركي ده في حق السيدة السورية اللاجئة في تركيا دي ما يعملوش غير الصهينة في فلسطين ده في فلسطين مستوطنين اندال من حسالات الارض بيعتدوا بالضرب على سيدة فلسطينية ونفس الفعل ده انبي تركي ضد سيدة سورية المفروض انها لجأت لبلاده بلد الاسلام والمسلمين تركيا اللي فيها حاكم اسمه اردوران ولا يظلم عنده احد وبرد النظر ان الحكومة التركية اعتذرت بعد كده بس ايه الفرق يا سادة ايه الفرق بين فعل الصهينة في فلسطين وفعل الاتراك في حق السوريين واذا كنت هعرض فيديوهات الاعتداءات والعنصرية التركية في حق السوريين خصوصا والعرب عموما مش هنخلص ولكن هكتفي بعرض فيديو لتركي وهو بيهين سيدات سوريا المفروض ان هم في احد مراكز الاراثة على سن يستلموا مخصصات في بلد اردوران الذي لا يظلم عنده احد بصوا على منتهى الحقارة وازاي بيحاول يهين السيدات بتصوير وششهم وبيعملهم باحتقار موسيوب 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 كلس سوريا موسيوب اخجر موسيوب طبعا لا شك اني سامع واحد من بعيد بيقول لي يا عم دي حالات فردية ما تعممش وما تدقش وانا برد عليه وبقول له انت مصر انك تسميها فردية بغم من منهجيتها وتكرارها ومع ذلك هنا مش مشكلتي مشكلتي ان ازناب الاطراق من العرب مسكين مصطلح السهيونية العربية مش عارف ايه بينما قدامكم افعال تركية بتشبه بالملي افعال الصهينة في فلسطين ومع ذلك مصطلح الصهينة بتخصصوه للعرب مع ان العرب ما بيعملوش الافعال دي وبتسيبوا الاطراق وما بتنعتهمش بالصهينة بغم من تشابه افعالهم مع الصهينة وعلى فكرة الاطراق تاريخيا افعالهم بتشبه افعال الصهينة واللي مش مصدق يسأل التاريخ عن السفر بيرلك والاعدام بالخزوق والتجويع والتهجير والتجهيل خلاله 400 سنة وبعدين ما ننساش ازا كان فيه دول عربية بتطبع مع اسرائيل وانتو بتقولوا عليهم صهينة فما تنسوش انه بردو اردورام بيطبع مع اسرائيل فانتو ليه مش بتقولوا علي صهيوني ولذلك وكخلاصة للكلام يا سادة يا كرام فبغرم من اننا بنعاني من ازدواجية المعايير اللي بيعملنا بيها الغرب الا اننا كمان بنعاني اكتر من تعامل اذناب الاطراق اللي هم جماعة الاخوان واعلامهم بمبدأ ازدواجية المعايير معنا لانهم بيشوفوا تطبيع العرب وبيخونوا بناء عليه ما بيشوفوش تطبيع تركية مع الصهينة وهي دي الحقيقة اللي بيخفوها من خلال اعلامهم واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة